السلام عليكم مرحبا بكم في قناة أم فوزين تمنى رب تكونوا بألف خير وهنا وبصحة جيدة يا رب اقتراح اليوم سيكون عبارة عن طرق لتحضير مربى البرتقال يجي روعة بدون مواد حافظة صنع منزلي ويجي مداق غزال بمداقات بجوج غزال هذا بدون قشرة يعني بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش تطيباتي هالقشرة وهذا بالقشرة يعني بليمونة واحدة خرجنا منها الكمية كي يجي رائعة يعني كي يجي رائع بمداقات بزوج رائعين الليمون هذا وقته يعني ضروري نخزنه ونستافده من المزايا دياله فهذا الفترة نتمنى هاد القشرة حين نروقكم ونالوا استحسانكم تحاولوا تجربوه إن شاء الله في البيوت ديالكم وإذا حبيتوا تعرفوا على الحلقة دياليوم تابعوني وفرجة ممتعة اليوم إن شاء الله غد نحضروا كونفيتير ديالليمون بأسهل طرق كونفيتير بطريقة سهلة تيجي لديد وغزالوا الليمون هذا وقته سوف تختاروا هاد الليمون نافي لتكون الجلده دياله شوية رقيقة الكمية حسب اللي عندكم يعني الكمية ما ما غديش نحسبوش حالي للقياس حنا غن نحسبوه العصر اللي غدي ننصخرجوا من هاد الليمون ألوح عندنا الليمون وعندنا سكر ساندة غدي نشوفو ده بطريقة تحضير هاد الكمفيتير أول شيء غدي نقطع الليمون ديالي غدي نعصر حسن نحصل العصر ديالليمون ونعبر القياس ديال العصر ديالليمون نصف الكمية دياله سكر ونجوم ما كتتعصره يعني هاد اللب ديالليمون إذا بقى ماشي إشكال يعني غن نضيفو العصر غن نكمل وكذلك نضيفو العصر يعني ما ترميوش هذا هو الليمون يعني بعد ما عصرنا البرتقال يعني كتقيسوا بأي عبارة عندكم أي قرعة أي كأس عندكم القياس اللي كتلقاوا غدي تعملوا نسب الكمية دياله سكر ساندة مثلا هنا عندي الف ومائتين ميليليتر ألو غن نضيفو 600 ميليليتر سكر ساندة في التنجرة سوف نضيفو العصر للبرتقال لأنك شكرا وضعت فيه داك اللب ديال البرتقال سوف يضغر داك العرق البيضين وانشي عظومة وانشي عظومة وانشي حاجة هم اللي تزول ونأخذ نصف الكمية دياله سكر سوف نضيفو على هذا العصر ونضحها على نار متوسطة مع التحريك مرة مرة حتى يجد لنا الكمفوتر سوف نضيفو لديه بقليل حتى يجد لديه غطاء يجد لديه غطاء طريقة الثانية لتحضر المربع نحضر رقم لديه غطاء ليمونة لتكون الجلدها ملساء لأنك تكون غطاء باب البيضاء طريقة العشاق المرورة في القشرة المجمد 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 سوف تحكموا لأنها باردة سوف تحكموا لأنها باردة سوف تحكموا للمونة نضيف لها السكر والماء سوف نضيفها تحيط طيبة سوف تقوموا للمونة يضيف كأس العنبة سوف تضيف أربع كأس العنبة ثم يضيف أربع كأس ماء سوف نضيف أربع كأس العنبة سوف نضيفه سوف نضعهم على النار مع التحريك سوف نضع الكمفوتور بدون غطاء الكمفوتور سوف تحاول هذه الرغوة التي في الجنة كلها تزولها كلها تزولها بالمغرفة وضعها في شيئنا هذه الرغوة التي تكون في الجنة سوف تحاول تحاولها بهذا الشكل سوف نضعها ثم نضعها ثم نضعها ثم نضعها في النار سوف نضعها مرة مرة سوف نضعها وضعها بنفس الطريقة سوف نضعها في الطهي 45 حتى الساعة ونظر الكمفوتور يصل من درجة الغلايا ونضعها سوف تزولها ونضعها سوف تحاولها بأنها ستقال دليل بأن الكمفوتور سوف يتفاعد حيث إذا طب بزاف سيأتي عود قاسح غير يوصلكم لها بدرجة الغلايين تبدأوا تحركوا تحسو بأنها تقال تقريبا روحة 45 دقيقة سيشد فيها على نار متوسط مع التحريك 45 دقيقة راح كافية سوف نتفع ليه ونكمل الطحي ديال هاد الكوفيتر الثاني اللي بركش هذا هو الكوفيتر ديالنها بعد ما طفلنا عليه يعني غير كتحسو بديك الرغوة قلت بزاف يعني كثيفة كتحسو به تقال وانتم ما كتحركوا كتحسو به بأنه راح بدك يتقال ممكن تاخدوا شوية وتجربوه يعني في شي طبي سهيل وهذا وتشوفوه إذا برد تشوفوا على تكستور دياله يعني كيف شولت سافي وكتطفوا علي حيث إذا طب بزاف كي قصح سافي غدين تسعين عليه ريتم يبرد وعد نشوفوه إن شاء الله في طبق التقديم أيضا الكونفيتر الثاني اللي بالكشور يعني مجرد ما كيوصف درجة لغاليين بهذا الشكل وكيتكتف يعني من فتحيك تحسو به أنه بدك يتقال صافي غادي يتطفوا علي الكونفيتر أو للمربة ديالنا بعد موجد هذا هو شكل دياله هذا اللي عملنا بعصر ديالليمون يعني هذا هو القوام وشكل دياله تيجي رائع وليد اللون ديال الكونفيتر يعني راهين باللون ديال برتقال إذا كاللون دياله زوين أنا هاد الليمون ديالي يعني شجيرات ديالنا بهم باش خدمت شوية اللون ديالهم صفر لذلك جال لون هاكا ولكن المداقرة تيجي هائل ورائع هدا هو الشكل ديال الكونفيتر تيجي غزال وهذا ديالليمون اللي احنا عملنا في المجمد وحكينا أيضا طيبنا كي يجي كذلك الكونفيتر ديالها غزال كي يجي لديد ورائع بالنسبة للناس اللي كيعجبهم ديالقشرة ديالليمون طريقة الاحتفاظ به يعني شحال موجدته وخزنته رماغة ندموش عليه غير في المجمد في القراعي غير هو ما تعمروش القراعي حتى الفق دائما نخلي واحد سانتيم ونص على الغطادي القراعي والقراعي يكونوا معاقمين من الأحسن أو إذا عقستو تعقموهم غير غسلوهم بالماء طيب غسلوهم بماء ساخن مزيان وما تنشفوهم شقلبوهم بشي منديل خليهم حتى ينشفوه وعملوهم ها قضية يعني مسألة تعقيم مسألة مهمة يعني كتلع يعني كتساعد في أنه يدوم لكم أطول القراعي يكونوا معاقمين عم ملقوهم بالكم في تلكم وتخزنوهم في المجمد وقت اللي حتجتوهم كتلقهم هو أصلا متى يجمدش يعني رمو ممكن تهزو بالمع القلقيس اللي انتو ما كتبغيرها متى يجمدش هذا الكمية اللي اعطتني هاد ديال القشرة ديالليمونة في المجمد هي هادي اعطتني هاد الكمية على هادي واللي عملنا بالعاسر هادي هي الكمية اللي اعطتني مع هادي والمداقات بزوج تيجيو هائلين بدون مواد حافظة صنع منزلي رائع جدا كيف قلت اللون يعني حسب الجودة ديالليمون اختاروا الليمون يكون حلو الليمون يكون فيه الما كتير ايضا الليمون لكل لون دياله زمين هذا تلعب احتاج لللون والشكل ديال المربى ديالكم نتمنى الاقتراح دياليوم ينال استحسانكم كالعادة واذا عجبتكم الحلقة دياليوم ما تنسونيش من دعواتكم ديال الخير عملو لي لايك شاركوني بتعليقاتكم وانضموا للقناة ديالي وشكرا للمتابعة